بسم الله ده الـ AEC الخاص في كندا اللي هو الـ BIMBROADCALL FOR REVIT ومتاخذ من البريطاني لأنه كان ده تابعة للبريطاني نجزل في الأول ده كله ويشكر الناس اللي ساهمه فمعملش رحمة ده او بالحاجات دي كلها بعد كده هو بيتكلم عن الـ BIMBICTION PLAN وايه العناصر اللي مفتبة موجودة في الـ BIMBICTION PLAN زي تحديد الهدف من الموديل والعمليات تنفيذ الـ BIMBICTION PLAN والمخراجات بتاع الـ BIMBICTION PLAN وهم الاستيضانات اللي احنا محتاجينها في الـ BIMBICTION PLAN يعني مثل في حاجة كتيرة فهو يبدأ يحدد المالك ايه اللي هو محتاجه والتسليمات تبع عمله ازاي الـ LOD والبرامج تكون متابقة مع بعض والتمبلت والاستاندرد اللي هنشغل بهم دي حاجات كلها مش إلزامي وبيقولك ان الـ مهم جدا تعتمي بيها بس هو الكود اصلا بيشلزامي الكود بيسهل لك الشغل ويخليك تحقق الحاجات اللي لازم تعملها هو انا مثلا بتكلم على CADDRAWING ان انت لازم ما تحطش ملفات CAD ولو حطيتها شيلها على طول يعني مجرد بس ان انت شفت الحاجة خلاص بتشيلها ما تستدعيش اي ملفات اتوكاد بتستخدم بروكسي اوبجيكت او باستخدم الفونطات اللي هي SHX الشيتات لازم تتأكد من الأسامي والأرقام والإعادات بتاعتها البروجيكت لوكيشن لازم كلهم بيكونوا زي بعض في كل الموديلينج الموديلينج انت داتا هيملق نظم الملفات لازم يكون اكتر من شخص يدر يفتح الملفة في نفس الوقت فده محتاج ان احنا يكون في تحكم في الموضوع وما ينفعش اكتر من ما يكونوا في الملف واحد ولازم يكون المعلومات بتاعت المشروع موجودة فيها اول مفتاح الموديل اعرف من المالك واسم المشروع والمكان موجود فيها اي داتا او اي حاجة فيها اي مشكلة شئلة على قول ما تستنياش اتأكد من طريق التسميات بتاعتكود الوركسيت ده عشان نظم الشغل بحيث ان ما ينفعش احد من قسم يغير حاجة من القسم اخر فنتأكد ان احنا كلنا شغالين على الوركسيت بتاعته ومفروض ان البيم مانجر او البيم كوردنيتور يستخدم الوركسيت بتاعته عشان يتأكد ان كل الناس شغالة سنترال مفيش حد شغال لوكل كل الناس شغالة اوسط لوكل محدش شغالة على سنترال الاساسي وكلنا بنعمل وكلنا بنعمل سنترال كل فترة مفيش حد ما سنيجي اخر يومي وقرابط يقول لك لا انا ما سيفتش او انا ما عملتش سنترال الاساسي ولما حد استلف حاجة هنا مثلا ده دي شغل كله فانا ليه وركسيت هوت ممكن اكون انا بستلف من حد ممكن انا شغال اعملت قفلت الوركسيت بحيث ان انا اركز على شغل التاعي حاجة كويسة ان انا وانا اشغال على الموديل وحسيت انه تقيل اشوف الوركسيت اللي انا ما استخدمهاش وطفيها بحيث ان ما تققلش الموديل عندي وفي اي وقت اقدر ارجح عادي نستخدم شرد كوردنيت لو انا عندي اكتر ملف ما نفعش اتنين يكون موجودين في نفس الملف لو انا شغال على موديل كبير وحبت ان انا قسمه اخلي بالي بدل ما يبقى فيه معلومات متكررة او فيه معلومة مطارت اثناء النقل لازم اتأكد لازم اكتر بين المعماري والسلاب الكوب منوتور لازم يكون معارف ايه الحاجات اللي انا استخدامها بحيث ما احصل ايضا انا اخدت عناصر واحد تاني واخدها بشكل اخر هو بيحرك فيها من ناحية وانا بيحرك فيها من ناحية طريقة الفولدرات السيرفر هنحط فولدر اسمه resource ونبدأ نعمل title block لفريم وحركة standard template family بيكونوا موجودين الفولدرات هتنعم المعماري والإنشاية والقاهر وما كان يكلم هنا مثلا link template families انحط مثلا طريقة تسمية الملفات اسم المشروع اسم المالك اسم المالك اسم المالك اسم المالك اسم المالك اسم الموديل زوج ال blumming zone a2 اسم مالك عمل ريفت worcset naming зов resonate فيها الview naming اسامي الview هنا بعد كده الview list schedule نبدأ نعمل اسكادولات الview hat كلها ونعمل برضو الشيتات ال graphic style نبدأ نشوف graphic style هابعمل ازاي line weight دي حاجات standard هاشغلت عليها هتبقى أفضل ده ISO standard metric line weight اللي اشغلت بها هتبقى أفضل لو عايز حاجة خاصة بشركتك ما فيش مشكلة ده ممكن تاخده تبدأ تعدل زي ما انت عايز دي طريقة التسمية ال line style ال hatching نحاول تتجنب ان انت تعمل hatching of code او ان انت تشغل على حاجة باش standard اللي شوفها يستغرب border entitled block هتكتب ايه المعروبات اللي هتكريف فيها ال annotation انا بقول لك العناصر اللي انت لازم تعمل عليها تشيك عشان تأكد ان شاء الله سليم ان انت مثلا تحل ال warning message دي هما حاجة ان انت تتأكد ان ان انت تتبادل معلومات مع شركة الاخرى صح يعني تداله ملف الاصلي اللي انت عملت منه الموديل وملف surface orcus و fc و dwf بقى فيه auditing كل اسبوع بتأكد ان شغالك سليم بقى خلي ال backup اقل حاجة خمس مرات بحس ان لو في اي حاجة بازت بقى خلي اللي تقدر ترجحها وخلي save reminder كل نص ساعة وبعد كده هنا بقى بيدخل في ازاي نعمل حل المشاكل فبلا فيه قعدة عرب كده بنقعدها بحيس نتأكد ان ما فيش مشاكل ان نقعد ونحل المشاكل لو فيها مشكلة نقول المشكلة ايه وحلها ايه وبعد كده هنا بيدخل بقى في الاختصارات اللي موجودة في المشروع اشتركوا في القناة